بثت جبهة النصر شريط فيديو يظهر الجندي محمد عنتر معلنا انشقاقه عن الجيش اللبناني وهو بحسب ما اعلن انه من كتيبة الحراس المدافع عن مطار رفيق الحرير الدولي في هذا الحي من ترابلس بلدة الجندي محمد عنتر حال من الذهول للخبر ودعوة للتحقق من صحته انا بأكد انه هذا الصبي ما ايلو علاقة بشيء وبطلب من الدولة اللبنانية نتلاحي هالموضوع منيح لانه انا بشك انه هذا الصبي هو مخطوف منه ملتحق بجبهة النصر ولكن هو مخطوف لانه هذا ما ايلو علاقة بيك شغلات يا اما هالزلمة محال ما بيخضم حدا نخوطفه حدا نعمل منه تركيبة حدا نعمل منه شيء يا اما انه الزلمة بدي يصير شيء معه وبطلب من الدولة انه هي تلاحي هالموضوع بسرعة وتشوف هالعسكري اكيد من شاء وان احنا من شيء نحنا جيرونه واهل منطقته بتشكر انه العسكري يكون من شاء وفيه شغلة تانية كمان بدنا نوضحها بالنسبة للفيديو اللي انعرض لأحمد السيد مين عرضه الشهيد أحمد السيد مين عرضه أحرار أهل السنة بعلبك هذا ورفض ذو محمد عنتر التعليق فيما تظهر هذه الصورة تأثر والدته ورفضها الظهور امام عدسات المصورين